اخوانا في فضيحة كتير كبيرة صارت بولاية جورجيا الامريكية والاعلام الامريكي حاليا ضاجج عليها كانوا بتطلعوا على التلفزيون عم تستمعوا على الراديو عم تقلوا جرايد كله عم بيحكي عنا وضاج الأخبار فيها بلولاية منتحدة الامريكية وهي كتير كبيرة صراحة خليلي حكي نكون عنا لهذه الفضيحة اللي هي يمكن تغير في بعض الأمور خاصة بدعوة المقدمة ضد ترامب بهذه الولاية مثلا بتعرفوا ترامب المحامية المقاطعة الامريكية في فولتين كوني بجورجيا رفع عليه قضية انه هو كان عم بيحاول يزور الانتخابات لما كان نزل جو بايدن وهو وقته دق للسكريترون في ستايت وقالوا لقي لي 11 ألف وكم صوت وقته ما عندي شي رأم منوش براسي فهي متهمتوا بالتزوير هو وعدد من الأشخاص اللي هني كانوا بمحيطوا للترامب اللي صار إخواننا من يومين مرته للمدعي الرئيسي اللي هو مستلم قضية ترامب أو كما يسمى باللغة الإنجليزية عملت فايل لديفورس عبد بده طلاء ليه لأنه زوجها عم بيخونها عنده علاقات عاطفية مع مين طلع عنده جوزة علاقات عاطفية طلع عنده علاقات عاطفية مع المحامة أو المحامية تبع مقاطعة فالتن اللي هي ويلس اللي هي رفع القضية على ترامب شو عاملين الإخوان اللي عاملين إنه هو وظفته لهيدا الشخص إنه هو يكون المحامي الرئيسي في قضية ترامب دفعت له ما يقارب ستمية وخمسين ألف دولار أجار ستمية وخمسين ألف دولار رقم كتير كبير طب مش بس هيك أخونا مشتري بحسب البانك ستيتمنت اللي فضحته في مرته أو الأكس تبعه ما بعرض يطلعه أو بعد تبين إنه أخذها لمحامية المقاطعة مرتين أخذها على تربس بالطيارات صفريات يعني دافع من جايبته من البنك أكاونت تبعه من حساب البنكي تبعه مرة أخذها على ميامي ومرة أخذها على سان فرانسيسكو هودا اللي بيّنوا لحدها وعم بيقولوا فيه تربس تانيين من رايحوا وياها أحد الأشخاص اللي هي متدعية عليهم رفع قضية وعم بيطالب إنه الكيس ديسمست إنه هيدا الكيس اللي هي رفعتها دعوة القضائيين رفعتها على ترامب ومحيطه إنه تلغى ليش؟ عم بيقول لا سببين أساسيين أو إنه هي عم تنتهك قواعد السلوك المهني هادي أول سبب والسبب الثاني إذا ما بدكنش إنه هي انتهكت قواعد السلوك المهني هي عم تعمل عملية احتيال ليش عم تعمل عملية احتيال حسب الدعوة اللي قدمت ضدها لهايدي المحامية المقاطعة لأنه قبلت هدايا من موظف هي قامت بتوظيفه يعني هادي دي تبقى رشوة فبنا نشوف هلا القاضي تبع الولاية حط هيرينج دايت بده يستمع وعمل جلسة استماع لحتى يشوف شو صار إنه كيف صارها وضعج الأعلام بالولايات المتحدة الأمريكية حتى ترامب بآخر خطاب لقاله استخدم هيدا الموضوع لقالت حتى يقول لهم شوفته شوفته موظف العشيق تبعه وعطيته مليون دولار وعم بيستخدموا المصريات تبع المقاطعة ليطلعوا فيها هني رحلات غرامية وانا ملحقيني بشكل غير قانوني هيدا ترامب اللي كان عم بيقوله فهيدا رح يكون قلو تأثير كتير كبير حتى لو الولاية ملغت القضية ولكن رح يصير فيها علامات استفهام حول هيدا القضية يعني فهمين كيف؟ انت دايما لما بتفوت confusion ولما بتفوت شك بأي قضية خلاص خسرتها حتى لو كملت فيها انت خسرتها للقضية فبنا نشوف شو بده يصير هلا بجلسة الاستماع وشو بده يقرر المحكمة وهل يترى رح يخلوها لها هيدا محامية المقاطعة ولا المدعي الرئيسي في قضية ترامب رح يضلوا على هيدا القضية وهلا رح يتم استبعادهم شو رح يصير بقضية التزوير في الانتخابات اللي هي ضد ترامب في ولاية جورجها الأمريكية عطوا دايكم بهذا الموضوع بمربع التعليقات دايما مثلما بقولوا عندنا بالعربي حبل الكذب أصير كتير يعني أخونا مرته كشفته ولا حتى يعني شو محد يلعب مع النسوان يعني يعني فوطته بالحيط يعني متلوا بيقولوا انتقمت منه شر انتقام ومين استفادت رب؟ راحت جابت البنك ستيتمنتس فرجتهم للعالم يعنيت له انطلعوا ها مش بس والله عم بيخوني مش بس عشقان عشقان الباص تابعه والباص تابعه مين؟ اللي هي محامية المقاطعة اللي هي عم بتحاول انه تقاضي ترامب رأيكم بمربع التعليقات ما تنسوا تابعه وشيري لهذا الفيديو ما تنسوا تتابعونا على وسائل التواصل اجتماعي وفولو على فيسبوك انستجرام وتيك تاك وسبسكرايب على يوتيوب